موسيقى خلال السحون سنتحدث اليوم عن السياد من هو السياد هل السياد هو الشخص الذي يقوم بسطاد سمكة و يشتعر بها و يشتعرها على كل الوصف و يجب السنارة و يجب السمكة و تعدها عن جسمها لتبني سمكة كبيرة كما جميعنا نصدق ولا السياد هو الشخص الذي فاهم أرصاد طائرات مائية طبائع الأسماك إحساس السمكة بالجو المواسم الطعم المناسب في المكان المناسب اللون الججاية إمتى يستخدم الربالرية على سطح الماء وإمتى يستخدمها على عمق إمتى يضع معلقة وإمتى يضع سكرت مواسم الأسماك الحياة البيولوجية المد والجزر الفحمل والفساد السياد يا جماعة منظومة متكاملة ليس فقط أن تستخدم سمكة لكن يجب أن تتعامل مع كل المتغيرات التي تحدث حولك في البيئة التي تنجحك كسياد هناك أمر خطير جدا يحدث لنا لما يحدث حادث أحد يصب بإغماء أحد يتعب يدوخ يأتي له دوار بحر ومن أشهر أنواع الإصابات التي تصبنا عندما تدخل السنارة تدخل في جسم البني آدم في إيده تحت دفره مثل هذا يمكن أن تكون سبب في إلغاء رحلة وأكم من الرحلات التي تعرفها التي تسبب فيها إصابة لأحد السيادين في إلغاء الرحلة وبالذات السنارة عندما يدخل تحت الدفر هذه مؤلمة جدا 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 وإساءة التعامل مع السنارة كيف تطلحها من جسم البني آدم اليوم سنتحدث عن شيء خطير وأرجو هذا الموضوع يفيدنا كلنا كيف يتعامل مع السنارة عندما تدخل الجسد تحت الجلد وكيف يطلحها بأقل الخسائر وفي أسرع وقت طوالما السنارة تعد تحت الجلد طوالما الإصابة تزداد سوءا ويبدأ المريض يتوتر ويتعب ويبدأ يحصل تورم والألم يشتد ففي النهاية يكون الأمر في منتهى الصعوبة لإخراجه بل أن يمكن أن يتسبب أثناء إخراجه في إصابة أخرى تعالوا اليوم نتحدث عن أمر خاص جدا مثل رابالا لو رابالا دخلت السن في أدينا ماذا يحدث؟ سنرى الآن ما هو الموضوع لكن كيف سمحته؟ هذا الموضوع لا أحد يحاول أن يجربه يعني هذا ينسيبه أكسدنتالا أو ينسيبه وليد الحدث نفسه الآن سأدخل هذه السنارة في أدينا لأنني أعرف ما أفعله يعني أنا أعرف ما أفعله وستعمل معها كيف وبعد ذلك سنرى كيف يظهرها بأقل الخسائر سأدخل السن في أدينا ونرى كيف يعمل معه بشكل هادئ بحيث لا يحدث أي مشاكل للشخص المصاب هذه السنارة دخلت تحت الجلد كما نرى السنارة موجودة تحت الجلد هناك شيء امر مهم جدا وانت بتتعامل مع شيء كذلك سنتحدث عن ماذا هذا امر طريبي ولكن نرى كيف ينطلح اول شيء السيناريا وهي تحت الجلد الوقتي انا عندي الطرف الآخر من رابالا حر لو سنطلع هذا الطرف انت عرض ان الطرف الآخر يصطدم بايدك ويمكن يقلمك فانت لازم اول شيء هنعملها هنقفل بقاستك هذا السيناريا بحيث عندما نشد لو حصل اي شيء هذا لا يقزن وبعد ذلك سنطلع قطعة البريد نفعلها مزدوجة ونعديها تحت الربال حاول تبقى سريع لكي الموضوع مقلم هل رأينا عملتنا كيف انا اريدك تضغط لي هذا السن لتحت اضغط له لتحت بحيث يكون لفوق لا اضغطه بالزبط احده سيذهب طرف معاك ويضغط السن الهوك من تحت بحيث يكون هذا الطرف ونمسك من هنا الطرف وهي شده واحدة هتزوق معي لو قدامنا واحد اثنين ثلاثة تلعت الربال طبعاك 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 تحت نفس تحدي تحدي نفس قبل أن نهي، سأتكلم عن شيء مهم جداً، اسمها الفيزوفيجال أتاك الفيزوفيجال أتاك، هذه ظاهرة تحدث بسبب ما يسمى بالفيجاس نرف أو العصب المبهم أو العصب الحائر. هذه الفيزوفيجال أتاك ظاهرة تصيب بعض الناس أو عندما يرى الشخص أمر خارجي دموي، جرح، حادث، إصابة، دم، هذا الشخص يغمى عليه، لماذا يغمى عليه؟ العصب الحائر أو الفيجاس نرف، هذا عصب مسؤول جاء من الدماغ لحد المعدة ومسؤول بشكل مباشر عن سرعة نبضات القلب. عندما يرى شخص مؤثر خارجي قوي، العصب الحائر أو الفيجاس نرف يتأثر، فبالتالي نبضات القلب تنزل وتنخفض بشدة، وينتج عنها عدم وصول الدم بشكل كافي للمخ، فالشخص يغمى عليه. المخ لا يوصل الدم بشكل كافي، فالشخص سيغمى عليه. لماذا أقول شيء مثل هذا؟ لكي يشترك في علاج المشكلة التي تحدثنا عنها هي دخول السن فردين. الشخص الأساسي الذي هو سبب المشكلة هو الشخص المصاب والشخص المعالج. هذا الفيجاس نرف لا يتفرق بين جنس، عمر، بنيان قوي، صحة، وممكن شخص قوي جداً وصغير في السن ويصب بها، هو تكوينه. لو الشخص المعالج عنده هذه المشكلة، وهو يتعامل مع العلاج ويشد السنارة، ممكن في آخر لحظة يدوخ، يتأثر قوة الشد بتاعته، فبالتالي يتسبب في مشكلة، وقلم شديد جداً للشخص المصاب، وما تطلعش السن بشكل جيد. لو الشخص المصاب نفسه عنده هذه المشكلة، برجاء أنه يبلغ الناس الموجودين في الرحلة، يا جماعة أنا عندي ممكن أن أصاب بالفازوفيرجا الأتاج، فبالتالي سنجعله بص للعملية وهي بالتم، وليس سنقول له سنشد في أمتى، سنشد في العدة الثالثة ونشد في العدة الأولى، سنقول له سنعد عشرة عدات ونشده ونشد في العدة الثانية، نفجأه. أذكر في رحلة من الرحلات، لماذا أقول ذلك؟ في رحلة من الرحلات كان هناك شخص دخل رابر اللهي في جنبه، وكنت أتعامل معه، وقلت له عندك أي مشاكل، قال لي، لا تلاقش، أنا قوي، أنا جامد، أنا بدي بلدر، وهو كان ما شاء الله قوي البنيان، لكن لم يحب خجل أنه يبلغنا بهذا الأمر، فأنا تعملت مع الموضوع بشكل عادي جدا، ولفت الخيط حوالين إيدي، وفي لحظة الشد داخل، أول لما داخل، وضعيت جسد، اتغيرت فمال، ونام على الرابر اللهية، ففي اللحظة لأنني أشد فيها بدل أن أطلحها دخلتها كلها في جسم، الحمد لله علجنا المشكلة بعد ذلك، فقط قالت له، لا قلت لي، قال لي، أنا جامل، أنا تكسبت، وقلت له لا تكسبت، لم يوجد شيء أسميه أتكسب في شيء يمكن تسبب لك المشكلة، فبل أن ننهي، لو الشخص المعالج عنده هذه المشكلة، لا يتدخل في الحل، ويبلغ من حاوله بأسلوب الحل، لو الشخص المصاب، ممكن المصاب بالسن عنده هذه المشكلة، يبلغنا، ونحن نتعامل معاه بهدوء، ولا يبص يدور يرشه الناحية الثانية، والناس يتعاملوا مع الموضوع في أسرع الوقت. آسف للإطالة. أشكركم. وإلى اللقاء قادم إن شاء الله.